ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات احساس ومشاعر وتفكير برج الاسد في شهر مارس لعام 2020 اتكلمنا في التوقعات التفصيلية والتوقعات الكاملة هتلاقوها موجودة على القراءة وشكل القراءة الخاصة ببرج الاسد ايه اللي ممكن يحدث ايه الدعم اللي ممكن يكون موجود ايه اللي احنا وحاجات اللي ممكن تحصل لنا في وقت معين اتكلمنا على كل الحاجات دي لكن حاليا احنا بنتكلم على برج الاسد شخصيته نفسيته ايه اللي بيفكر فيه كتير ايه اللي شغل بالك فهو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة برج الاسد من اوائل الحاجات اللي شغلة بالنا جدا جدا ان احنا ازاي نتميز ازاي نكون اقوى ازاي ان احنا نكون بنحقق ذاتنا ازاي ان احنا ما نحتاجش لحد ازاي ان احنا نرد على كل فرد او فلان اتكلم علينا كلمة سلبية او كلمة مش كويسة اتكلم علينا في حقنا نرد على اي شخص دخل بيتنا واتكلم علينا كلام سيء يعني نقر خيري او ان هو شايفني بشكل مش ايجابي او ان حد بيحاول يقولي او يقارنني بفلان فانا عايزة اثبت اني انا مش زي فلان انا احسن من فلان فبرج الاسد بقى عندك حتة التحدي يعني من الاخر احنا بنفكر في التحدي مش منافسة مع الاخرين منافسة مع بعض المواقف اللي احنا تحطينا فيها مواقف ممكن تكون سلبية او مواقف تحسسني اني انا ضعيف وانا شخصيا او برج الاسد بيكره جدا جدا انه يكون ضعيف يكره جدا انه يستسلم بيجي وقت عليه ممكن يحبط وفترة يعني جلنا فيها احباط بعض او نوعا ما من الاحباط لكن سرعان ما احنا قمنا وجينا على نفسنا بنفكر كتير تفكير ممل يعني تفكير بشكل رهيب جدا وده مستمر معنا لحد يوم 10 مارس تفكير رهيب جدا جدا ان انا اخرج من طاقة الانحصار اللي انا موجود فيها واخرج بتفكير ووعي جديد يمكن عندك طرق معينة او بعض الخطوات اللي تخليك تفكر بشكل ايجابي او ان انت توصل لقرارات ايجابية لكن في نفس الوقت فيه تشتت وفيه عدم تركيز من الناحية العملية مؤثر على شخصيتنا جدا ومؤثر على التخطيط اللي احنا بنخططه او على بعض الخطوات اللي احنا بنتخذها بتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين اللي انا بقوله او بتكلم على ايه يعني عامة من الناحية العملية عشان نكون اكثر سلاسة في الموضوع ده من الناحية العملية عندنا عدم تركيز بشكل رهيب جدا جدا يمكن كمان في بعض الاشخاص اللي كانت مهددة ان هي تخسر شغلها او ان هي كان فيه انقلابات في مجال العمل بحيث ان احنا مش مركزين بس الدنيا بتمشي يعني من خلال التوقعات احنا قلنا ده ان ممكن نكون ما عندناش تركيز اساسا بنفكر في مليون حاجة تفكير عاطفي تفكير في الموضوع الاجتماعي تفكير في حاجات شخصية ولكن في نفس الوقت مش قادر افكر في الوضع العمل يحاسس ان هو ضغط علي اكتر او بكون موجود في مجال العمل بس عمال افكر في مليون حاجة عمال افكر في حل مشكلة هنا وحل هنا وحل هنا وهعمل ايه هنا فده برضو موجود جدا بس عندك وقلتنا ده في التوقعات ان الموضوع احنا عندنا تشتت وعندنا عدم تركيز ولكن المواضيع بتمشي يعني ده من خلال الدعم بتاع الاخرين وان هو شهر احنا هيبقى عندنا في حظ على فكرة بمعنى ان احنا عندنا الدنيا متخربطة وعدم تركيز بس الدنيا فيها حظ الحظ ده هو اللي هيكون عامل مساعد قوي ان احنا بدل ما نخسر خسارة كبيرة لا حاجة بسيطة او ان احنا ما نخسرش اساسا ان احنا نعدي بعض المواقف او ان في حد ما ياخدش باله احنا عملنا ايه اساسا يعني ممكن نكون عملنا حاجة خرابنا الدنيا بس ما خادوش بالهم يلا الدنيا فده اللي موجود جدا ده من خلال التوقعات اما من الحاجات اللي احنا حسينها برضو ان احنا حسين ان احنا عندنا روحانيات بزيادة وحسين ان احنا ربنا واقف معانا حسين ان رغم كل الحاجات دي ان ربنا مش هيسبنا ومش هنفضل نفكر كتير اكيد في ملجأ او اكيد في خروج من المحنة اللي احنا فيها دي فكتير مننا بنفكر في التفكير كشكل اللي انا قلته ده وفي نفس الوقت كاحساس انا حاسس اني انا مش هعد في المحنة كتير اني انا عندي قربت خلاص يعني قربت توصل لحلمي او قربت توصل لهدفي ممكن يكون قدامي لسه الدنيا متاهة بس انا حاسس ان فيه فيه امل فيه تجديد فيه حاجة كويسة رغم ان بعض الايام او بعض اللحظات اللي ممكن تيجي علي بنسبة تشاؤم كبيرة جدا لكن بعرف اخرج منها واحساسي وروحانياتي بيضغي على النقطة دي باني انا اتفائل فده برضو حاجات من ضمن احساسنا القوي فيه برضو بعض المشاعر المتدخلة بشكل كتير وصعب عند برج الاسد ان فيه كتير جدا عند برج الاسد واقعين في مشاكل عاطفية واقعين في مشاكل اجتماعية مش عارفين حل ليها او مش عارفين نوصل لشكل مردي من الكلام او الحوار يعني برج الاسد يبقى نفسهم ان هما يصلحوا بطريقة كلام حلوة لكن عصبيتنا بتكون سبب في ان احنا يبقى الخلافات تكبر او المشكلة تكبر او ان احنا ما نوصلش لنتيجة ايجابية في الاخر فده برضو موجود فبرج الاسد بيفكر كتير قوي هو العب في مين برج الاسد بيقعد يكلم مع نفسه كتير هو العب في مين العب في ان انا مش عارف اوصل ولا الناس ما بتفهمنيش ولا انا اللغابي ولا مين ولا في ايه فبيسأل نفسه مليون سؤال حقيقي بس بشكل حيرة جبيرة جدا بشكل استغراب هل ظاهريا برج الاسد بيظهر بالله انا بقوله ده ابدا برج الاسد ظاهريا هو شخص جبل او هي شخصية قوية جدا جدا ما يبقاش باين عليهم اي رد فعل الا لا هم قويين لكن هم من جوة قرارة نفسهم هم عندهم كمية الا وتوتر رهيبة جدا جدا كمية اسئلة للنفس كبيرة قوي احساس متداخل مشاعر متلغبطة او من كتر التفكير التفكير مشاعري بقيت مش عارف اوصل الحل او مش عارف اوصل لخطوات معينة من كتر التفكير برج الاسد عنده برضو حاجة مهمة جدا جدا يعني ممكن يكون فيه اشخاص هو عارف ان الاشخاص دي مش كويسين الاشخاص دي عندي مواقف ليهم او فيه حساسية في المعاملة بشكل رهيب هم لا بيحبوني ولا انا بحبهم او ممكن يكون الله اعلم هم مدمحهم فيها ايه بس انا دمامي مش قادر اصفى مش قادر اكون كويس ولكن تجي مثلا ان تقولهم ما اللي انت بتكلمهم ليقولك ماشي حالك فمو مش بوشين لا برج الاسد بقى عنده فكرة اللي هو انا مش اخسر الناس كلها يعني كفايا في بعض الاشخاص مش فاهميني وممكن يكونوا المقربين ليه اللي مش فاهمينه يعني برج الاسد المقربين ليه مش فاهمينه بشكل صحيح فبالتالي بيحاول يمشي دنيته يمكن يكون وده اللي موجود جدا في شخصية برج الاسد يمكن يكون المشكلة موجودة ان في عدم التفاهم بس نخلينا كويسين معاهم لعله وعسى نحتاجهم يحتاجون ان احنا ممكن نكون اللي غلطانين وهما اللي صحة يعني ما عندهوش تفكير في حتة اني انا هخسر الفلان ده عشان الفلان ده مش كويس لا ده عندهم ده في بعض الاشخاص الاخرين اللي هما ظاهري عندهم ان هما مش كويسين بمعنى اللي بينكر خيري واللي بيتكلم علي مش كويس ده غور في داهية يعني يعني برج الاسد ما عندهوش فكرة اني انا اخلي بالي من طريق كلامي ولا اخلي بالي من الحوار ولا لا ده ممكن يزعلك في ثانية لانه هو من النوع مش اللي ما بيوقاش على حد لا هو من النوع اللي صريح زيادة عن اللزومة فهو مش معنى انه هو عارف انه هو مش طيق اكوى لكن بيكلمك فده معنى انه هو بوشين او معنى انه هو فين الصراحة دي لا هو معنى انه هو لو انت مش طيقك فهو مفيش عامل قوي سلبي ما بينك وما بينه غير انه هو نفسيا مش بيرتحلك قوي يعني فانخلينا نتكلمه طول ما احنا بعيد انت في حالك وانا في حالي فده اللي موجود جدا عند بورج الاسد بتمنى برضو ان انتوا تكونوا فهمتوا النقطة دي انا اقصد ايه عامة بورج الاسد بقى بيفكر جدا جدا في انه هو ازاي يثبت نفسه ويثبت رجله وانه هو يكون زيادة قيمة كبيرة وكل الحاجات دي احنا قلناها ولكن الاكتر انه هو يثبت نفسه قدام اشخاص هم عايزين يشوفوه قليل عايزين يشوفوه قليل مش بيتجهلوه مثلا او انه هما قالولو انت هتفشل او انه لا في بعض الاشخاص بورج الاسد من خلال روحانياته عارف كويس جدا ان الفلان ده عايز نقع ان الفلان ده عايزني ان انا علاقة تبوز عايز اني انا اخسر عايز مش عارف ايه فعارف الحاجات دي فانا مش هفرحه مش هشمته فيا انا هثبت نفسي وهزبر وامسك اعصابي دي اربطها بحبل مقاطع عشان امسك فعلا نفسي ومخسرش وما خليش حد يشمت فيا او او يفرح فيا انت عايز تشمت فيا اساسا فكل الحاجات دي موجودة ولكن من يعني مفيش حاجة اقدر اقولها لكم ان اكتر الاشياء اللي بيفكر فيها ايه غير انه هو اساسا عنده عدم تركيز او تشتت في الانتباه وتوتر كبير جدا جدا من مليون حاجة بيفكر لها ده غير بقى الحاجات اللي هي الصغيرة جدا اللي شغلة بال برج الاسد يعني اقول لكم على حاجة برج الاسد يبقى عنده مشغول مثلا عنده بيبي صغير عيان او تعبان يبقى برضو تفكير كتير طب يا طرى ايه طب ايه هعمل ايه طب يعني حتى الحاجات اللي هي اليومية فاحنا بنتكلم على الحاجات دي اللي شغل تفكيره بشكل حايز كبير جدا جدا بشكل يومي ومستمر غير بقى الحاجات اللي بيفكر فيها اليومية اللي هو حصل حاجة ان خلصت نفكر فيها شوية واعدين نفكر في حاجة تانية بقرة ففيه تفكير في بتا جديد وتفكير في احسيس جديدة ومختلفة تماما ومشاعر مختلفة فكل ده موجود برج الاسد مهري تفكير مهري عصبية داخلية تأثير نفسي قوي جدا جدا ولكن الموضوع هيبدأ في تحسن مع التوقعات اللي هتكون ايجابية وبعض الايام اللي هتكون فيها ايجابية هيكون فيه تحسن من التفكير هيهدي عندنا الموضوع شوية وهيكون فيه راحة بال فيه كتير من المواقف برج الاسد بتمنى جدا جدا ان انا اكون في التوكوم وحنا دخلنا في شهر مارس قولولي الكلام ده صح ولا لا وبحبكم جدا وانتو عارفين ده كويس قوي ما تنسوش اللايك والشارك في قناة تفعيل الجرس سلام اشتركوا في القناة